منظمة للقطاع قريباً وقانون الإعلام الجديد نحو مزيد من التنظيم للقطاع وتطهيره من الدخلاء وأمام التحديات الإقليمية والدولية الإعلام الوطني مجند للدفاع عن الجزائر خارجية نقاط أخرى نناقشها مع ضيفنا هنا في الستوديو سيد نوردين شتوح المحلل السياسي أهلا بك سيد نوردين شكراً على الاستضافة ومرحبا بضيوفنا الكرام نعم مرحبا بك إذن بداية في اليوم العالم لحرية الصحافة في كل مرة تتجدد هذه المناسبة وربما نسلط الضوء ونضع صحافة في الجزائر وفي العالم تحت مجهر حقوق الإنسان وحرية التعبير وغيره ما هو تقييمك يعني مبدئياً قبل كل شيء وهني أكى بهذا اليوم العالمي وهنا كل الصحفيين والإعلاميين داخل الوطن والأحرار خارج الوطن ونترحم على الصحفيين الذين فقدناهم خلال الحرب وخاصة أخواننا الآن في غزة يعني عندما نتحدث عن قطاع الإعلام نتحدث عن مشاهده من تطور وتحول هذا القطاع خلال هذه السنوات الأخيرة ونرى أنه كان عدة تحولات من بينها التحول في التسيير في أسريب التسيير تحول في بناء منظومة قانونية قوية ذلك كانت تحدث على مكاسب للإعلامي والصحفي نعم يعني منذ انتخاب سيد رئيس الجمهورية لقد وعد فوفا نعم رئيس الجمهورية وعد فوفا لقد وضع على كاهله هو أن يغير حرية الصحفي نعم ونرى ذلك في المادة 54 من الدستور نعم في نصها 54 حيث الذي انبثق منه الآن القانون العضوي للإعلام نعم يعني الذي لو نرى في هذا القانون العضوي في مجمله نجد أن قرابة 25 بالمئة يعني من الباب الثاني من المادة 23 حتى 36 نعم وهي تعمل على حماية الصحفي نعم إذن الأهمية هي كيف نحمي هذا الصحفي الذي كان في وقت معين مهمش نعم وليست له يعني حقوق حقوق نعم الآن رغم أن هذا القانون في حد ذاته عندما تم المصادقة عليه في لأنه مؤرخ في 27 أوت على ما أعظم في 27 أوت 2023 قال الوزير وزير الإيصال بأنه أعرش نعم لأن هناك قوانين أخرى وقوانين تطبيقية تكمليه تكمله نعم وهي قريبا يعني قريبا سوف تصدف سيد شتوح يعني الإعلام الجزائي بين المكاسب المحققة والمطالب المرفوعة في وقت سابق كان هناك أحادية سمعية بصرية صح القول أنه كان هناك صحفة مكتوبة متنوعة مستقلة يعني سواء حزبية أو مهنية أو موضوعاتية ولكن لم يكن هناك مجال سمعي بصري ظهر ربما في بدايات يعني 2010 2011 2012 ما هو تقييمك لقطع السمعي والبصري الفاتي إن صح القول في الجزائر مقارنة بدول عربية ودول نعم هي في حقيقة الأمر هذا يعني في في الجزائر لقد تم تعدد تعدد خاصة القنوات التلفزيونية في بداية يعني في 2009 2010 2011 2012 يعني وهذا هذا راجع لي كاين ثلاثة يعني عوامل لأثرت ودفعت بشيكون هذه القنوات من بينها أنه كان وقت الأزمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية منها قمر نايسات وجد في أزمة مالية مما جعله أنه يخفض في وكاين العامل الثاني أنه هناك مستثمرين أرادوا أن يستثمروا في هذا المجال زد على ذلك هناك الربيع العربي الذي عمل على أنه والجزائر لأنها مهما كان جزء من الجزء الإقليمي ما جرى في تونس ومصر وكذلك سوريا جعل من الجزائر تتفطن وتسمح لهذه القنوات المستقلة أن تكون وما حققته هذه القنوات يعني في الأول في بداية الأمر المواطن الجزائري كان متحمس وخاصة رأينا أن هناك نقص كبير في مباراة ما جرى بين الجزائر والجزائر حينما رأينا أن الإذاعة المصرية الإذاعة تلفزيونية المصرية مئات القنوات ونحن لا نجد من يدافع عننا يعني وجدنا أنفسنا ضعفة وهذا يعني رغم أن هذه القنوات فتية ولكن أثرت وتموقعت في المشهد الإعلامي في الإعلامي والآن الجزائري يعني المواطن الجزائري أنه يحب رؤية القنوات الوطنية عن غيرها نعم فيما سبق يعني في ألفين وما قبل كنا نروح إلى البارابول ونشوف القنوات الأجنبية لنتمكن من يعني الحصول على المعلومة الحصول على المعلومة سيد شتوح لو سمحت يعني وزير الاتصال يوم أمس يعني خلال الاحتفالية بحضور رئيس الجمهورية أكد أنه الانتهاء من أعداد النصوص التطبيقية المنظمة للقطاع النصوص التطبيقية تتضمن يعني تعيين وتكوين سلططية ضبط يعني بما فيها صحفة الإلكترونية وصحفة المكتوبة المجلس الأعلى لأداب وأخلاقية المهنة القانون الأساسي للصحفي ودفتر الشروط الخاص بالاتصال السمعي البصري ماذا تعني هذه الهياكل بالنسبة لقطاع الإعلام في الجزائر وكيف يمكن ربما أن تؤثر إيجابا على أنه تنظم هذا القطاع لك أن يشهد فوضى في وقت سابق وربما يطهروا من الدخلاء صح القول يعني لو رأينا أنه لو أخذنا أنا لست يعني بأخصائي في القانون ولكن لو أخذنا القانون العضوي نجد أنه في الأبواب للباب الخامس تقريبا والباب الساتس أنه يطلب إلى تنصيص هذه القوانين نعم يعني لا يمكن تطبيق هذا القانون بدون هذه القوانين نعم بدون هذه الهيئات التي سوف تعمل على وضع الأحكام والأطر القانونية من أجر السير الحسن للعمل الصحفي وحرية الصحفي والإعلامي نعم لأنه بدون هذه القوانين لا يمكن للصحفي لأنه أي صحفي الآن في وقت مضى كان يخاف لأنه ليس محمي نعم ليس هناك من يحمي سره المهني يعني لو عنده وكان يعني تحت قانون العقوبات تحت قانون العقوبات يعني يجز به في السجن يسرح ليست له هنا عقود عمل بينه بين المؤسسة يعني في أي مكان في أي وقت وفي أي مكان يمكن الاستغناء عنه ولكن هذه القوانين سوف تسمح له بأن يتحرك بأرياحية وكذلك ليس من هبة ودبة يستطيع أن يكتسح المجال يكتسح المجال يفتح قناة تلفزيونية أو جريدة أو صحيفة هناك شروط لهذه القوانين وهذه تثبت المهنة وتعطيها قوة ومتانة ومكانة مكانة في الداخل وفي الخارج لأنه لو نتكلم أن هناك مواد تتحدث على الصحفي المحترف الصحفي المحترف تكون له هناك شروط لتحديد من هو الصحفي المحترف نعم طيب سيد شتوح في لون الأخير انتشرت مواقع الإلكترونية بكثرة هناك إعلام المواطنين صح القول المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات أصبح ربما سلعة المعلومة سلعة انتشار المعلومة تفرض ضغوط أخرى على القنوات التلفزيونية على الإعلام الرسمي صح القول كيف يمكن الموازنة والتحكم في هذه الأخبار المنتشرة من هنا وهناك على مواقع إلكترونية والإعلام يجد نفسه مجبر على في كل مرة أنه يكذب أو يؤكد أو يبحث عن المعلومة الصحيحة من أجل إيصالها إلى المواطن في قالب يعني محترم واحترافي هي في حقيقة الأمر أنه الآن أصبحنا يعني في العالم أصبحها مدينة صغيرة قرية قرية جدو صغيرة نعم أنه المعلومة تنتشر بسرعة الضوء يعني بدون وبدون رقابة وبدون حواجز وبدون حواجز وبدون رقابة نعم لأنه هذا هو الإشكال الكبير أنه ليست هناك رقابة يعني ونحن نحن في الجزائر الآن يعني يرى أنه في طريق هذا القوانين كما القانون المتعلق بالصحافة الصحافة الإلكترونية نعم سوف يعمل وثانيك قانون الضبط سوف يعمل على وضع ميكانيزمات إطار قانوني تابت وصحيح نعم وليس من أي يعني ليس أي أحد له أنه لازم تكون عنده صفة صفة وعنده عنده الأهلية والصفة والاحترافية والاحترافية من أجل أنه فتح قناة قناة إلكترونية يعني موقع إلكترونية وقناة موقع إلكترونية وفي هذا الجلب أنه رئيس الجمهورية أزدى تعليمات بتخفيض إيواء المواقع الإلكترونية وأن تكون فوانديزاد يعني تكون جزائر موطنة ولا يحق لأجنبي أن يفتح لازم تكون عنده الجنسية الجزائرية باش يكون وهذا من أجل المراقبة ومن أجل دعم القناة القناة التلفزيونية والصحافة رغم أنه الآن كأن هناك عزوف على الصحافة المكتوبة خاصة يعني الشباب الآن الورقية لأنه يريد المعلومة سهلة بدون ولكن أظن أنه هذه القوانين سوف تتيح لكل هذه لكل صحافة يعني بكل أنواحها وبكل أطيافها أنها سوف تجد مكانتها وتتطور وتتطور طيب سيتشتح هناك نقطة أخرى القنوات التلفزيونية في الجزائر في وقت سابق كانت تبت من الخارج يعني من الأردن من فرنسا من إنجليط أو غيره اليوم عملية البثة تتم هنا من الجزائر من طرف مؤسسة البثة لدعي وتلفزيوني هذا نوع من التأميم وربما حمايتها صح القول ما هو تعليقك على هذه النقطة هي دائما يعني في كل أي دولة أي دولة عندما تكون هناك تكنولوجيا جديدة وعندما تكون دائما نكون تبع للغرب لأنهم هما من يملكون تكنولوجيا ولكن والحمد لله بفضل الله وبفضل الكفاءات الجزائرية استطعنا أن نؤمم كما تطرقت إلي نؤمم البثة القنوات ومستقبلا إن شاء الله سوف تكون لنا مدينة إعلامية مدينة إعلامية مع الداتا سنتر مع مركز البيانات مركز البيانات هذا سوف يتيح لنا يعني استقلالية وسيادة الرقمية على كل مستويات وكما يعني نعلم كلنا أن رئيس الجمهورية يحث يوميا على الرقمنا في كل الميادين وخاصة في العمود الفقري للدولة وهو الإعلام لأن الإعلام هو العمود الفقري للدولة هناك أنا حسب ما أظن حسب يعني مفهومي هناك يعني مؤسستين من أهم المؤسسات في كين المؤسسة العسكرية التي تحمي الوطن يعني حدود الوطن وهناك الإعلام الذي يوحي المواطن ويحمي الوطن من الداخل خارجيا وداخلي لأنه بدون توعية للمواطن وبدون يعني توعيته بالمخاطر التي تحوم حول الجزائر داخلين وخارجين مثلا يعني الصحفي الذي يكتب عن الفساد وفهو يعمل على يعني استقرار الأمن في البلاد نعم نوع من الرقابة سلطة نعم سلطة رابعة هو سلطة رابعة وهذه القوانين يعني في هذا أنا أرى أنه كل هذه القوانين تعمل على تجسيد وإعطاء قوة كاملة للسلطة الرابعة لأداء مهامها في أحسن الظروف الظروف نعم طيب هناك قانون أساسي للصحفي من أجل ربما تحسين ظروفه الاجتماعية وظروفه الاقتصادية هو جعله في قوة يعني من أجل الدفاع يعني إذا أردت أن تدافع عن شيء يجب أن توفر السلاح لمن يدافع عن ذلك الشيء يعني كيف يمكن اليوم أن يواجه الصحفي الجزائري تحديات الإقليمية والدولية ويدافع عن وطنه داخليا وخارجيا يعني نشوف الصحفي الجزائري يعني مرة بالعشرية السوداء أين كان مستهدف استهداف يعني كامل وخلال هذه الفطرة فقدنا عدة شخصيات وعدة وعدة صحفيين وإعلاميين نترحم عليهم و يعني الآن نرى أن هذه السلطة لابد أن يكون لها قانون قانون يعني يضبط يضبط مهنة الصحفي ويعطي له كل لأنه كما كما المعلم كما الجندي كما طبيب لو لم توفر له كامل الإمكانية إذا أنت تريد من صحافة جيدة وصحافة ممتازة واحترافية لابد أن توفر الظروف الملائمة لهذا الصحفي ليبدأ لأن الإبداع هو توفير المناخ المناسب بدون هذه الإمكانيات نبقى دائما في حلقة مفرغة والآن نرى أن حسب ما نرى في هذه القوانين هناك بادرة خير وإن شاء الله نتمنى بأن الصحفي يكون والحمد لله في واحد الوقت كان الصحفي الجزائري يعمل كل مجهودات وبالشخرج الخارج يروح ولكن الآن نرى أنه هنا في الجزائر يعمل ويكافح ويجتهد وأنه موجود في كل الميادين ويعمل بكل روح وطنية وبدون مغريات وبدون يعني هناك من باع ضمائرهم بثمن بخص ولكن هم أقل قليل ولكن الأعظمية والأكثرية والحمد لله نرى أن شباب الآن الصحفيين الجزائريين معظمهم شباب شباب والحمد لله يؤدون مهامهم بطريقة احترافية نحسد عليها نعم ونجدهم في كبرى القنوات يعني خارجيا لو عندما يكونون في الخارج فهم مع الكبار وفي الجزائر هم كبار نعم شكرا لك سيد نوردين الشتوح المحلل السياسي شكرا لك على كل ما قدمت خلال هذا النقاش إلى موضوع آخر تعتزم وزارة السياحة لموسم الاستيار